خلال لقاء تواصلي بتتوان جرى بسط الآليات المرقمنة للارتقاء بالخدمات الموجهة لمغاربة العالم اللقاء حضره رؤساء الجماعات الترابية ومسؤول المصالح اللام مركزة بالمنطقة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني ويأتي تنظيم هذه الفعالية التواصلية بمدينة تتوان بالموازاة مع الانطلاق الرسمي لعملية مرحبة 2022 وما يستوجب من عمل تواصلي منظم لإحاطة أفراد الجالية بعناية خاصة عبر تحسين ظروف استقبالهم هذا اللقاء أيضاً هو مناسبة لخلق واحد الخلايا خلال هذه المدة ومقام هؤلاء هنا خلايا التي ستصهر من أجل مواكبة وإيجاد جميع الحلول للقضايا التي سيعرضونها وشكايتهم خلال هذه المرحلة اللقاء شكل فرصة للتعرف على حاجيات مغاربة العالم ذات الطبيعة الإدارية وتشخيص بعض الاختلالات الممكنة في علاقة المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة والإدارات المعنية بخصوص القضايا العالقة الخاصة بمغاربة المهجر